انت مثلا فيك مميزات مثلا بتسمعه بتحبه تكن بيه وا 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 ولكن هو دي عند مثلا ان انت مثلا ان انت مثلا انه فرد بتحب تبسي بناطيل هو محبش بناطيل امسان لعلاقه ومشي قالك ده عنيه ده اهو كده بقى شخص معاكم بيات كتير قوي ومشي وعلى فكرة انت كنت تعبان قوي 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 عشان كده بدأت حاجة جديد اهو وتعبت قوي عشان تخرج من اللي حصل ده قوي ممكن تكون قفلت على نفس الفترة طويلة وانعزلت عشان تبقى كده عشان تبتدي حاجة جديدة وطبقى كده اهو فانت شايف ان هو شخص اه مبيعجبوش حاجة ومشي من العلاقه مع ان فيه حاجات مميزات كتير جدا وانعزلت مبصش لاي حاجة مبصش لحب مبصش لان انا مناسبة ليه ومشي وسبب العلاقه والان هو الايه هو ايه دلوقتي اه 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 قاعدين جنب الحيطة ونسمع الزيجة انت يا برد بالسرطان دلوقتي قاعدت جنب الحيطة حرفيا وسمعت الزيجة عشان هو دلوقتي شعب انه ضيع فرصة جبيرة قوي من ايه طيب اه هو شايف اه العلاقه اه سوري الخطوة اللي عايز ياخدها ايه بقى الخطوة اللي عايز ياخدها ان هو اعتقد ان هو يبرج السرطان اه عايز اه يقنى يرجع العلاقه مرة تانية ممكن نقول كده او ان هو بقى يبص الادام لان هو تعبان على كده وعمال يتقلم من اللي حصل ده فتقريبا عايز بقى يبص الادام تقريبا لما شفك ان انت آآ نسيته وان انت بدأت آآ تعلم حياة جديدة من غيره وقفلت على الماضي كله ككل فقال خلاص بقى هو شكله كده آآ مشي وسبني فانا شاكلي فانا مشي بقى اخد نفسي وامشي لان كده انا اتهزقك قوي بمخيك في ايه مش هفكر تاني ان انا ارجع او اعمل اي حال ممكن يكون تفكيره كده وده اللي انا لأ بص يا برج السرطان اه هو بيفكر يجي مرة تانية ويقدم عرض ويقدم عرض ويوازن آآ في الاخد والعطمة بالكو زي ما قلت لك انتو الاتنين في حاجة في حاجة حصلت وهو مشي وآآ عايز يجي مرة تانية وباقصى سرعة زي ما قلت اه هو شايفك انت بلقت صفحة جديدة مبسوط اول بنفسك وشايفك شايفك ان انت يعني بقيت حاجة جديدة قوي معرفش ممكن تكون بلقت حاجة جديدة او سنة يعني انت هتبدأ حاجة جديدة بحاجة هجيلك منها مقبود كتير او فلوس ممكن تكون اه توظفت ممكن تكون اترقيت في الشغل ممكن الله هو اعلم فعايز يجي ويقدم عرض تاني عايز يجي ويقدم عرض تاني بعد ما انت قفلت السجد كلها وهو خايف على فترة ووقف بيتركب ومش عارف بقى يروح ولا يرجع هو بص باصس هو ومقرر يجي على فترة مقرر مقرر بقى امشي امشي لقدام ولا اه اروح فهو بس هو مقرر من جوة ذات نفسه كده ان هو يعني ايه يجي يجي لك مرة تاني لانه مبروح قوي 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 وشعر بان الانفهزم في العلاقة دي طيب هو شايف العلاقة دي ايه شايف انها علاقة اه ممكن تبقى زواج ممكن العلاقة دي تبقى زواج بان ده بردو كانت بنقزون او ممكن يكون شايف ان العلاقة دي علاقة محتاجة حكمة ومحتاجة تصالح ومحتاجة نحن نسمع وعد تاني ان ده شخص الحكيم وبيسمع الناس اللي بيكلموه او مش قلتلكم محتاجة تصالح اه العلاقة دي محتاجة نسمع بعض ونفتح مع بعض صفحة جيدة ومحتاجة حكمة محتاجة نفهم بعض احنا ما كناش فاهمين بعض ممكن يكون فعلا ما كنتش فاهمين بعض لانه ماشي يساب كل حاجة في العلاقة يعني ده غدي ده شخص غدي ساب كل حاجة وعشان كبايا ام ماشي فانت يعني انت عايز ايه انت واحد حافظة كل حاجة وانت هتاخدني كاملة يعني ازاي يعني فا هو شايف ان العلاقة دي كان فيها جروح جندا اوي 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 وكان فيها طعنات في الض core كان فيها افكار وحشة ولوم الحاجة فا اللوم على طب بتلوموا على بعض انت اللعمت اانت اللعملت انت اللعملت وفيها جرح لانه هو مجروحة كمان ايك في خلال فيها شد وجز بجند اوي фا شايف ان احنا ممكن نرجع العلاقة دي تاني امال اقدم العردتاني دي تانى مرة اقدم العردتاني دmuلام شارك لو عايز يقدم عرض الجاك ويرجع. بس عايزين يشوف تبقى بس بالاخر هقولك نيته ايه مثلا. انت شايف ان هي فعلا محتاجة حكمة انت كمان شايف مفسها لفترة حاجة. محتاجة حكمة ومحتاجة تفكير ومحتاجة نسمع لبعض ومحتاجة ان احنا نتشاور مع بعض. ويبقى فيه ما بيننا عدالة. في زم العلاقة يبقى فيها عدالة عشان كده هو عايز يرجع يعمل توازن في العلاقة. احنا نتشاه توازن. في حد كان بيد للتاني اكتر. في حد كان بيضحي اكتر من التاني. فهو شايف ان العلاقة فعلا محتاجة توازن وانت كمان شايف انها محتاجة عدالة. وانت محتاج العدالة في العلاقة. لانه ثابت وقلمك وانت محتاجت في الشافة من العلاقة دي. النصيحة لك كده قبل نشوف ان هي بتاك اعتقد والله اعلم يا برج السرطان انه هيرجع تاني يتكلم معاك بس هيبقى فيه خنقة اه هتضربه ببعض وكل واحد بقى هيتخانق مع التاني المصيحة بتقولك اهدى شوية واستقل وفكر بمشاعرك شوية يا برج السرطان لان انت لما قفلت الدايرة ومودت معاك المشاعر القديمة فالمصيحة بتقولك فكر بمشاعرك شوية مش بعارك ما تحكمش عالك انت لو حكمت عليك هتبقى كده هتتخانق معاك اه لجع تاني مشاعرك تاني برج السرطان انا عارفة لبرج السرطان مشكلته انه لما بيقفل على المشاعر بيقفل عليها بجد مش هزار طب نشوف كده يعني انا شايف ان انت بدأت حاجة جديدة او شايف ان هو حاسة ان انت عملت حاجة شهرتك مثلا بقيت مشهور نوعا ما بقيت محبوب قوي طب نشوف نيته ايه لو هو عايز يرجع نيته خير ولا نيته مثلا ينتقن مثلا ورقتيه لا اه 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 لا ده نيته خير يا برج السرطان ده انت لو بغيتعمل مع حد برج الجوزاء برضو ممكن يكون طالع شمس القمري اه 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 نيته يستقر معاك هو زي ما قلت لك اكتشف بعد اه الفراء بانه طلع ميم مغفل كده لما يجي كلامك قوله انت ميم مغفل طلع مغفل وسب كل يعني بعد ما مش اكتشف ان كل كوبات دي كانت حلوة وانه هو سجل علاقة عشان حاجة واحدة بس فطلع مغفل انه مغفل طبعا وحمر كل اللي احنا خدنا في المدرسة فهو عايز يستقر معاك وبيحبك اوي هو بيحبك على فطر بس هو غبي فيه ناس غبية ايوه انا دايما اقول لكم يا جماعة اوعد يعني دايما افتكر ان الشخص اللي معكم يطلع غبي تكتيره غبي انت قدمت له عاجات حلوة اوي انت شخص جميل اوي بموت السرطان وشكرة ضحيت جميل اوي عشان اوي وعلى فترة هو فعلا وممكن يكون عايز يتجوزك على فترة دا المقذلة المقذلة عايز يقدم عرض عايز ينهي اللي فات دا كله وانت عايز عدالة لو سمحت انا عايز عدالة انت عايز عدالة عشان كده النصيحة بتقولك انت قفلت على مشاعرك قوي بطريقة مش حلوة او ايه في العالماضي ايه في العالماضي ولكن رجع المشاعر تاني يا برج السرطان لان الشخص دا بيحبك لو سمحت ما تتخنقش معا رجع مشاعرك تاني وخليك معا بقى وبلاش دا كله وبلاش الملاب طيب بقى كويس المان فيها تعالى خير نشوف بقى المنقصلين وقلنا الطاقات بتبقى متغيرة يعني دا حاجة ودا حاجة او انت بقى زي ما كلا قالنا انت وصلين لهم برج السرطان مشاعر ايه غناوي علينا دا مشاعره حاليا هو محتار ومش عارف يستقر خالص المشاعر وحسس ان في حيرة شديدة اوي 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 بس ناوي اياخد كراوي وانعزل فترة طويلة عشان يفكر وشاعر بان ممكن يبقى فيه بداية جديدة عشان كده هو عايز يجي يعمل بداية جديدة ناوي على ايه ناوي ياخد قرار يشيل بقى الغموم دي كلها ومقى دي اللي بقي بس ده غموط شخص محتار هو محتار على فترة محتار او يرجع منجعش ممكن يكون مش متأكد انت عايزه ولا لا ممكن يكون شاعب ان انت ما بقيتش محتاجه ممكن برضو والله اعلم فهو عايز ياخد قرار بانه يشيل بقى الغمامة دي كلها ولكن هو نفسه في الباية الجيدة اهو اه ده مجروح منه ده نفسه ليه كده نفس الكفت العمالي السيس مش كده هو اه مجروح ما بينامش من التفكير وعايز يرجع التوازن ده اه خلي بالك هو مش متأكد من مشاعرك خالص وشاعر بان انت انسيته عشان كده هو متردد في مشاعره وعمل يقول اه ارجع ولا مرجعش ارجع ولا مرجعش ارجع ولا مرجعش ولكن هو هيتخذ القرار بس يخلي بالك ان هو لما ييجي مش هيبايل لك المشاعر دي لانه مجمد مشاعره حالين هيبقى داخل عليك داخلة ازايك اه وانت عامل اي دلوتي انا داما بسميها الداخلة دي ليه بقى بسميها الداخلة دي كده عشان بيبقى هو قلان اصلا وشخصة قلو قوي وشكل كده ما بيحبش حد يكسفه فهيقولك ازايك عامل ايه لو لقاك مثلا بتامل سين وما بتردش او مرددش اصلا على الموبايل في المكالمة لو تصل بيك مش هيبتصل بيك تاني ولكن هو نفسه يرجع ويعمل طائز فهيدخل بس ندمد مشاعره او عامل وش الخشب ده عامل الوش ده عشان بس ايه يدالي الخيبة اللي هو فيه حرفيا خيبة يعني يعني الراجل اللي بيطقى محتار يرجع ده انا بحس انها خيبة خليك قلبك جامد خش كده بقلبك جامد وخلاص رفضتك رفضتك خلاص مش مش كده او عمول اللي اخضناها في يعني طيب العزاب بقى من برج السرطان وديتا قتلت خالص عشان الناس بس كده والعزاب ده اللي هما ناس قطعت العلاقة تامانا بمتاكدين هي مفيش رجوع وممكن يبقى في رجوع برضه او عزاب بقى بقى لهم كتير قوي مرتبطوش يعاني من اخر علاقة سنة 88 في عز الحر بوب السرطان اصلا يدرا لما بيخشة في علاقات اصلا يعاني الرجالة بالتحديد منهم الستات لقى الستات اه بتخش ولكن ايه بقيت لقى محب داخل كتريق نعلاقه ويمشاعره ايه? ويمشاعره ايه? ويمشاعره ايه? مشاكل كده حد قديم ولا ايه? ربنا يستش. ممكن يكون حد قديم خالص بقى. خالص. يا اله يا اله. اعتقد انه فيه حاجة داخل اه برج هوائي. شمس الكاميرا طالع. شخص جاد قوي. قوي يعني. وبيحكم العقل على القلب دايما. المشاعر بيبقى لاتينها على جمع. ولما بيخش في علاقة حب بيبنفل اول بانه بارد. وما عندوش قلب اصلا. خاص. وتبقى بتقول ده جاي يتصلى لاكتر ولا اكتر. ام. انا بقول لك مش بقول لك. انت بتقول عليه جاي يتصلى. كلام بيتعي بيتطبقى في الورد. اا اول ما بيدخل بتقول ده جاي يتصلى. جاي هزر. جاي يتحق. ولكن هو ما بيبقاش كده. ولو هو شخص قديم فهو هيرجع. ولكن هيحصل الاول مشادة كلاميا ببينكم. اا واا بسبب فيه خراء حصل ببينكم طلوت بين. وهو عايز يرجع العلاق قديم مجد تاني. ممكن يكون الشخص با كان قديم وانتو اكتشفتوا طرف تالت في العلاقة. فمشيتوا واتخانيتوا معاه ومشيتوا. ولكن هو هيرجع مرة تانية. عشان بيحبكوا او اختاركوا انتو. او اختاركوا انتو بالمعنى الاصح لبرج السرطان. واا اختاركوا انتو وعايز كنتو. بعد ما انتو مشيتوا اكتشف ان الحياة من غيركم صعبة قوي. واا اكتشف ان الطرف التالت ده كان بيتسلى او هو كان بيتسلى بحد اصلا. وانتو مشيتوا وهو راجع يعني كشبه. بس خلي بالك بيحك معاه له اوي. اوي اوي بيفاك معاه له اوي. طيب اا منشوف برضو. مشاعره ايه? طبعا زي ما قلتلك هو راجع. وراجع لكم انتو. لان هو شايفكوا الصينية بيباعه. شايفكوا انتو قدر. انتو شخص قدر لي. ممكن يكونت في علاقة تانية اصلا. وانتو مشيتوا بقى لما شفتو مبسوط في العلاقة تانية او انتو خلاص كده. مش باكة خلاص. ونشوف حياة احنا.